اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا حالياً لرسالة تسالونيك الأولى إلى صاحب الثاني والنهاردة في حلقتنا حوالين كلمة الله هنتكلم عن صفات الخادم الحقيقي كما نراها في هذا الجزء فابقى معنا في جلستنا لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلاً بل بعد ما تألمنا قبلاً وبغي علينا كما تعلمون في فيليبي جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر بل كما استحسننا من الله أن نؤتمنا على الإنجيل هكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا في الصح الأول اتكلم بوليس عن مؤمنين رائعين مؤمنين تسالونيكي وصفهم أوصف جميلة قوي لما قال عن عمل إيمانهم ويتعب محبتهم وصبر رجائهم لكن هنا في الصح اتنين بيتكلم عن نوعية من الخدام الرائعين حتى أنه في الأعداد من 3 إلى 12 بيقدم لنا 16 صفة جميلة قوي للخدام الرائعين دول منهم 7 صفات سلبية وتسع صفات إيجابية يبدأ الكلام في عدد واحد كما قرأ علينا لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا لم يقل دخولي لأنه لم يكن وحده كان معاه تيموسوس كان معاه سيلة فبيقولهم دخولنا إليكم لم يكن باطلا بمعنى أن خدمة بوليس واللي معاه في وسط مؤمنين تسالونيكي لم تكن باطلة بلا ثمر لكن كانت مؤثرة جدا ليه كانت مؤثرة لأن بوليس ومن معه كانوا بيعيشهم الحق الكرازي اللي بيعلموا فهذه العيشة والحق الكرازي اللي بيقدموا بوليس أثر كتير في أهل تسالونيكي وغيرهم بيقوا مؤمنين حلوين جدا حتى أنه هو بيقول عنه فلا صحيح اللي فات من قبالكم وزيعت كلمة الله كانوا باركا للي حواليهم ثم يوضيف قائلا في عدد اتنين بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فليبي جهرنا في إلهنا رائع هذا الرجل الخادم الشجاع جدا تألم في فليبي وإحنا لما نرجع لصفر أعمال الرسل أسعة 16 نشوف إيه اللي حصل لبوليس وسيلة هناك إزاي تضربهم بالعصي تضرب مبرح إزاي تحطهم في السجن الداخلي ورجلهم في المقترة يعني آلام رهيبة كان المتوقع أن بعد الآلام دي لو خادم نص نص يتراجع يخاف لكن كان رغم هذه الآلام يخدم بكل مجهر كم كان خادم شجاع في الحقيقة من أعمال الرسل الصح 20 نفهم دي الخادم ده شجاع وعنده استعداد للتضحية لما يقول عن الروح القدس يشهد أن في كل مدينة وثق وشدائد تنتظرني لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمن بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب ياسم الحقيقة النتائج الرائعة اللي ظهرت في الإخوة في تسالونيكي بوليس هنا بيلمح لنوع الخدمة اللي خدمها هو ورفاقه يعني زي ما قلت حضرتك يعني قال في صحح واحد أنه أي رجال كنا بينكم من أجلكم وهنا بيوضح أي نوع من الرجال أي نوع من الخدام من ثلاثة من عدد ثلاثة العدد ستة يبين سبع صفات سلبية لم تكن في بوليس ورفاقه علشان كده جد بالنتائج اللي جابية الجميلة الرائعة اللي ظهرت في كنيسة تسالونيكي عدد ثلاثة الوحده لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر في ثلاث صفات من الصفات دي التي لم تكن في بوليس ورفاقه مش ممكن يكون وعظه عن ضلال وهم جايين وفي إيديهم وفي جسمهم العلامات علامات الجهاد والمعاناة والألام اللي قسوها في فليبي لكن بوليس كمان لم يتكلم إلا بالحق يعني أؤتمن زي ما هنشوف بعد شوية على الإنجيل من الرب نفسه من البداية قال الرب الحنانية لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل وقال عن نفسه كمان إنه مفرز لإنجيل الله وقال إن الإنجيل ده أنا ما قبلتهش من إنسان ولا علمته لكن خده مباشرة من اللفاك فهو كان يتكلم بالحق لا عن ضلال ودافع عن حق الإنجيل في رسالة غلاط شرح لنا الإنجيل في رسالة روميا ودافع عن حق الإنجيل في رسالة غلاطية ولا عن دنس ما فيش أي حاجة تتعلق بعدم الطهارة في خدمتهم وفي سعيهم إلى الكرازة بالإنجيل ولا بمكر وهنا يعني نشوف في صورة جميلة لربنا يسوع المسيح اللي شاهد عنه بطر سؤالة الذي لم يفعل خطيئة ولم يكن في فمه مكر أيضاً رسل المسيح ليس في فمهم مكر عدد واحد يقول لي أنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم برضو ما قالش دخولنا إلى تسالونيكي لكن دخولنا إليكم ومش عايز يضم بلاد للمسيح عايز يضم أشخاص للمسيح الله افتقد الأمم ليأخذ منهم شعباً على اسمه دخولنا إليكم لم يكن باطلاً الحقيقة زي ما قال في كورينتوس الأولى خمستاشر تمانية وخمسين عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب ليه لم يكن دخولنا إليهم باطلاً لم يكنش باطلاً لأنه نفوس ولدت وكنيسة تأسست فكيف يكون دخول باطل كان نتيجة دخول الرسول بوليس ورفاقه إلى تسالونيكي أن هناك نفوس ولدت من الله وكنيسة فتية مباركة وهنا بشكل بالغ جداً فده الوضع يعني جثمانياً تألموا ألم مبرح ونفسياً تألموا ألم من الإهانة بشكل قوي جداً ولزالوا يستطيعوا أن يكملوا خدمتهم هذا ليس إلا عمل الروح القدس في أواني تنسية استخدم كمان الجميل في آخر عدد اتنين لما بيقول نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير يبدو أنه كان طابع بوليس دائماً أنه مش خادم متراخي لكن كان دائماً بيحب الجهاد قل أن هذه الكلمة كلمة الجهاد بتتكلم عن المثابرة في المسابقات الرياضية حتى أنه هو في آخر حياته كمان في تموسوس التانية قال للتعبير الجميل جهدته الجهاد الحسن أكملت السعي ده كان طابع حياته تألمنا في فليبي ممن تألم في فليبي من الأمم وبعدين تألم أيضاً في تسالونيكي ممن تألم في تسالونيكي من اليهود وده مبدأ كل خادم أمين عليه أن يتوقعه ومش بس إذا خدم بالمسيح بالإنجيل لكن حتى لو أراد أن يعيش تقياً جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون كمان أضيف كلمة عن آخر عدد اتنين لما يقول جهارنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير الجهاد مع مين قادر أشوف دائرتين للجهاد جهاد مع النفوس وجهاد مع الله لأجل النفوس واللي اتنين دول بينين مثلاً في رسالة فليبي إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسمعون في وجهاد مع الله لأجل النفوس وده برضو كان طابع جهاد الرسول بوليس في قلوس اتنين يقول أي جهاد لأجلكم ولأجل الذين في لو دقيق وجميع الذين لم يرواجه في الجسد يبقى إذن في جهاد في دائرتين يجاهد مع النفوس لكي تخلص ويجاهد مع الله في الصلاة لأجلها لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر ثلاث حاجات في المنتقى لهمية مش نوع من التضليل إحنا واسقين تماما من اللي إحنا بنقوله يعني بغن الخادم لا يتكلم اللي مما هو موقن تماما ومختبره أي ولا يبقى تضليل ولا يبقى نوع من التضليل صحيح ليس بتضليل ولا دنس أي حاجة فيها نوع من الالتواء أو استخدام ألفاظ مش مظبوطة أو تشبيهات من الحاجات في ناس قد تعتقد أنه هو عشان يبقى كارزمة بتاعته حلوة ويقدم حاجة ممكن يستخدم أي كلام وخلاص لكن لا ولا عن دنس ولا 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 بمكر ما فيش نوع من الاحتيال والإقناع بغير ما ينبغى أن يخنع به بمعنى أنه أنا باعتمد على الروح القدس أنه يخنع الشخص الأدامي بالحقيقة الكاملة فبقول الحقيقة الكاملة بطريقة متناسبة مع الروحيات بإقناع أنا متأكد أن عمل الله فيه هو الآن بالدور مش بتحيل في هذا الأمر الرسالة الصحيحة يجب أن تقدم بطريقة صحيحة صحيحة مولس نفسه بيقول للمؤمنين في فليبي أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق لكن كمان كل ما هو جليل عالي الشأن وسامي القيمة كل ما هو عادل كل ما هو طاهر وبعدين يقول لهم ففي هذا افتكروا وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيه فهذا عمله عدد أربعة بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم كما استحسننا من الله بولس دايما لما يجيب خدمته المميزة وهو فعلا كانت ليه خدمة مميزة كان دايما يذكر لا شيئيته يعني مش لأني عندي إنجيل معين فأنا يعني ما ولدتوش ولاده لا بالعكس هو حاس أنه مثلا عندما تكلم على إنجيل مجدى الله المبارك الذي اتمنت أنا عليه في تيموسوس الأولى واحد بيقول الخطاط الذين أولهم أنا لما بيتكلم على أن لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصر في كورينثوس الأولى 15 بيقول أنا لست أهلا أن أدعى رسولا لكن بنعمة الله أنا ما أنا فلماذا يا بولس أنت رسول مميز لأن الله أراد أن يكون ذلك كذلك مطلق سلطان الله كما استحسننا من الله أنه تم مش لأني أنا شخصية ما ما تكررتش لا أنا من غير نعمة الله قلت حبقى أشر واحد لأن الله هو صاحب الإرسالية لبولس وصاحب التكليف للخدمة علشان كده الجزء الأخير من عدد أربعة يبنى على هذا التكليف الإلهي صحيح لما بيقول لك أننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا يعني لو هيئة هي التي أرسالت بولس أو مؤسسة كان الطبيعي يسعى لك يرضي هذه الهيئة لكن لأن الله صاحب هذه الإرسالية فهو مشغول فقط أن يرضى الرب والخادم الناجح لا يسعى أبدا لإرضاء الناس لكن يسعى لإرضاء من جنادهم الكلمة كما استحسن من الله أن نؤتمن استحسن معناها في الأصل كمان في نوع من الاختبار كمان اختبرهم الله فوجدهم أمناء لكي يحملوا هذا الخبر لسه ودي روعة ده منتهى الأبروفل أنه أن الله نفسه اللي بيمتحن القلوب امتحن هؤلاء وشفهم أمناء أن هما يقدموا كده ونابع من كده وقدر أقول رايح راجع بقى لأن الله اتمنهم هما ما بيردوش غير الله ولأن هما ما بيردوش غير الله الله اتمنهم يعني الجزء الأولاني ولا الجزء الثاني الاتنين مبنين على بعض متركبين على بعض خدمة بولس ورفاخه كانت شفافة وعلشان كده في مرات كتير في الجزء ده ييجي يقولهم لأنكم مثلا أنتم أيها الاخوة تعلمون ويرجع يقولهم بعد كده كما تعلمون ويقول الله الذي يختبر قلوبنا قلوبنا وبعدين يقول الله شاهد فخدمتنا شفافة قدام الله وقدمكم انتوا شايفين الخادم الحقيقي سمات الخادم الحقيقي كما نراها في الرسول بولوس واحد أساليب مقدسة ألف عدم الخداع اعتمد على الصدق وليس الحيل والأساليب البشرية باء عدم التملق أي كسب الناس عن طريق تمجيد الأنى الخاصة بهم جيم ليس بهدف إرضاء الناس إعلان حق الإنجيل وليس ما يحب الناس سماعه اثنان دوافع مقدسة ألف بلا دنس أي الرغبة في الحصول على المال والقوة والتلاعب بالمشاعر باء بلا طمع فليس دافع الخدمة هو التقدمة المالية بل بالعكس اشتغل وهو لم يأخذ شيئا منه جيم ليس لمجد أو شهرة لم ينتظر أو يطلب مجدا من أحد بالرغم من مكانته كرسول للمسيح ثلاثة حياة مقدسة ألف طهارة حياة ترضي الله باء برم الاستقامة طبقا لمقاييص الله جيم بلا لون لا توجد فرصة واحدة لأي أحد ليلوم الخدم أربعة يشبه بالوالدين فهو كما الأم المردعة في كل منه ألف الطرف مشاعر اللطف والحنو والطرف باء الرعاية والتربية كل ما يحتاج الطفل من رعاية واهتمام جيم مشاركة الحياة لم يعزل نفسه عن المغدومين بل اقترب منهم بشدة حتى أنه وافق على إعطائهم حياته ووقته وما له وهو كما الأب مع أولاده في كل منه ألف الوعظ أب يلاحظ ابنه ويشاركه في أمور الحياة باء التشجيع التعزية والتشجيع في المواقف الصعبة جيم الحث التحدث بكل جدية وإصرار حينما يتعلق الأمر بأمور في غاية الأهمية فإننا لم نكن قط في كلام تملك كما تعلمون ولا في علة طمع الله شاهد ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح بل كنا مترفقين في وسطكم كما ترب المردعة أولادها هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا شفنا في عدد ثلاثة واربعة أربع صفات سلبية لم تكن موجودة في خدمة بولس ورفاقه في عدد ثلاثة ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر وفي عدد أربعة لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبا نعم في عدد خمسة يقول له يقول حكتين كمان سلبيتين فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع الله شاهد فلا كلام تملق لأنه بيقدم الحق والحق الصافي قدام الله وقدام الناس كمان بولس لو هيتكلم بكلام تملق افتكر كان جنب على نفسه متاعب كثيرة من اليهود ومن الأمم وغيره لكن لماذا تألم؟ لأنه كان يقدم الحق إنجيل الله صافيا لكن كمان ولا في علة طمع مش جاي لأي مطامع سواء مدية أو أدبية بالعكس من الناحية الأدبية داخل يعني في منتهى الاتضاع منتهى التواضع وإنكار الزات علشان المسيح يتعظم في خدمته لكن كمان من ناحية المدية مش بس احتياجاته هو لكن قال في مرة في أعمال عشرين احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتهم هاتان اليدان كان مش عايز يسقل هيقول بعد كده ما كانش عايز يسقل كأنه بيشتغلوا وهم بيقدموا الإنجيل بيشتغلوا نهارا وليلا لكي لا يسقل على أحد منهم الجميل أنه عندما تكلم عن كلام التملق قال لهم أنتم تعلمون أن كلام لم يكن كلام تملق لكن عندما تكلم عن علة الطمع أهل الله شاهد صحيح لأنهما في الحقيقة ليهم المظهر الخارجي والكلام الخارجي لكن الله يعرف إلداء الدفين في القلب كل ما سبق قبل الامتحان من الناس من برا يقدروا يشوفوا ده ضلال ولا مش ضلال يقارنوا بالكتب المقدسة يقدروا يشوفوا طلب مجد من الناس ولأ لكن الطمع بالذات حاجة دفينا داخلي والطمع واحدة من الضربات الخطيرة اللي ممكن تنهي خدمة واحد يعني خادم أولا ما يضربه الطمع لو ما خدش باله ودخل إلى محضر الله ونظف نفسه منه كافيل إن هو انهي تماما خدمته حلو الرسول اللي بيتكلم عن السلبي وعن الإيجابي فبيقول لنا لا تملق ولكن ترفق وما أبعد الفارق بين التملق والترفق قد يكون من المظهر الخارجي يعني يشبهوا بعض أنا بتكلم كلام حلو مع النفوس لا كلام حلو تملق لا ده مش عند الرسول بولس ولا عند أي خادم أمين للمسيح طيب في قصوة بالعكس في ترفق مترفقين إزاي كما تربي المرضعة أولادها فيش بعد كده نوع من الترفق أروع من هذا المستوى الفرق بين التملق والترفق هو كلمة الحق أي التملق لا يقول الحق صحيح الترفق يقول الحق الاتنين طراي ماشي بس هل فيهم الحق ولا أهو ده اللي بيفرق من ديودي وتعبير كما تربي المرضعة أولادها بياخد فكري لخادم عظيم برضو في العهد الأديم بس في الحقيقة في النقطة دي قال للرب في سفر العدد أصحباشر لا رب دي كده كتير قوي فالوى موسى بيقول كده لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت الثق لجميع هذا الشعب علي ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي أنت حلفت أنك تعطيهم إياها موسى قال له لا ما قدرش ده كتير علي أن بقى أعملهم زي المرضعة وأنا حبلت بيهم أنا ولدتهم لكن بولس بكل سرور كان عنده استعداد أنه يحمل ويترفق كما تربي المرضعة أولادها ويقال أن كلمة تربي تدفي يعني تخيل مرضعة بتعمل إيه مع طفلها تاخد في حضنه وتدفيه هكذا كان يفعل الرسول بولس مع المؤمنين عدد ستة ولا طلبنا مجدا من الناس مش بس كده لكن تخلى عن حقوقه كباقي الرسل يعني لهو طمع في حاجة مش حقه لكن حقه الطبيعي اللي كان ممكن يتمتع به أنه يكرز ويتفرغ للخدمة بدون متاعب في العمل تخلى عنه المعمدان كان كذلك خادم أمين محترم يسعى مش لتمجيد نفسه لتمجيد المسيح صحيح لما قلله هو ذا الجميع يذهب وراؤه مزعنش لكن أليم بغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص ورب المجد نفسه قال مجدا من الناس لسته أقبل فلا عجب أنه خدام المسيح لا يسعوا إلى مجد ذاتي رائع عدد تمانية لما يقول هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم نعطيكم إيه لا إنجيل الله فقط بالأنفسنا بالأنفسنا أيضا آه تدي له إنجيل الله آه باعتبارك خادم كويس مش مطلوب أكتر من كده لا في الحقيقة هو أدى أكتر من كده صحيح أنا حدي لكم الإنجيل باعتباري خادم مرسل من الله إليكم أوصل لكم الخبر لكن لأني بحبكم فأنا مشتعد أديكم نفسي أو كما قال في كورينتوس رسالة كورينتوس آه التانية 12 بكل سرور أنفق وأنفق أقدر أسميها النهاردة باللغة النهاردة إن الخادم لازم يبقى متاح للمخدمين أي متاح لهم من حيث الوقت من حيث أنه يسمعهم من حيث أنه يتعاطف معاهم عنده السدد أنه هو يعطي إلى أقصى درجة ممكن الحقيقة لما بنرى رسالة دي عموماً يعني بندهش لكم الحق اللي وصل للمؤمنين في مدة بسيطة لكن يعني بوليس يفسر لنا الموضوع ده ويقول لنا مثلاً في أعمال عشرين كيف لم أؤخر شيئاً من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهراً وفي كل بيت صحيح فكان متاح وكان يعني ما فيش حاجة من الحقائق مأخرها حتى مش يعني منعه عنهم أو لم يخبرهم بها لكن مأخر المرضاعة عليها أن تتغزى جيدة لازم تتغزى كويس علشان اللي بتتغزاه يتحول بعد كده إلى لبن لفائدة الرضيع وأعتقد أن بوليس كان خادم مكتهد وأمين يتغزى دائماً على كلمة الله لكي ما يستطيع أن يطعم صغار النفوس لأنكم صرتم محبوبين إلينا تعبير رائع مش كده يعني حلو أن نحب المسيح وأخدم التلاميذ زي ما الرب قال لبطرس أتحبني ارعى غنم لكن أديه كمان رائع أن الواحد يحب اللي بيخدمهم وساعتها حيديهم إنجيل الله لكن حيديهم كمان نفسه وده اللي عمله الرسول بوليس لأنكم صرتم محبوبين إلينا لو ربطها بكلام الرب البطرس أخي يوسف عايز أقول أن مبدأ الرب دايماً اللي عايز تعبر به لي عبر به للآخرين لأنه المبدأ اللي قاله يحنى إذا الله لنا مش شايفه بقول إن أنا بحبه وجيت لم أمارس هذه المحبة مع اللي أنا شايفه مش ممكن يبحق صحيح مش ممكن يبحق فأنا بعبر عن حبي لله لهؤلاء بحبي لهؤلاء المخدمين وأعتقد دي واحدة من الحاجات اللي تخلينا نحب اللي بنخدمهم أكتر ونحب الإخوة كلهم مؤمنين كلهم ونحب حتى كل الناس أي الرسول هيعبر عن أشواء وللمؤمنين في تسالونيكي بعد شوية بس هنا حتى وهو وسطهم بيقول هكذا إذ كنا حنين إليكم يعني وهو وسطهم كان بيحن إليهم وبيحنوا عليهم أي لما بيقول في عدد سبع كنا مترفقين الواحد بيعظم نعمة الله لما نرجع لتاريخ حياته ونشوف قدي الرجل ده بالطبيعة كان آسي جداً وفظ وخشن وبيجر الستات والرجالة المسيحيين يزوج بهم في السجون وفي الحقيقة كان راضياً بقتل استفانوس شوف قدي نعمة الله تغير الأسد الديب ده وتخليه شخص مترفق داي خلينا أقول لكل واحد ما تستسلمش لطبعك صحيح إذا لأي سبب نزاب أنا طبع بيتكون من حاجات كتيرة جداً حاجات في الجينات وحاجات في التربية وحاجات في الثقافة وبتشكل على شكل للأسف مش بالضروري يكون كويس بسا فيش أي عزل الواحد يقول لك أنا طبع حامي لا الله قدر أنه يغير يغير صحيح قدر أنه يغير كسالة أعطيتني يا سيدي ليخبر الملاء عن الحب العجيب وقلت لي أن الطريق شائق وقلت لي أني سأحمل الصبيب داكنك وعدت أن تمنعني من روحك القدوس عونا لا يغير مكرساً نفسي لك مضاعفاً حبي لك منتالئاً في روحك أسير خلبك روح وجسم سيدي أمانة أكرتني بأن أصعونها لك أردتني بأن أكون طاغراً مخصصاً مكرساً لشخصك نداء العالم قوي قوي كي أنكنا النفس وأحرمكك مكرساً مكرساً نفسي لك مضاعفاً حبي لك منتالئاً في روحك أسير خلبك موسيقى إن فترت يوماً لك محبتي أو إن أنا أنكرت كنت فت إلي تعايني ألا تبتغي دنيا الغناء بل باكية تجدد العهد الوفي وإن ظلمت أن حبي كاملاً سدولي أسمي مثل حبي كاملاً مكرساً مكرساً نفسي لك مضاعفاً مضاعفاً حبي لك منتالئاً في روحك أسير خلبك منتالئاً منتالئاً في روحك أسير خلبك فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكبدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلاً ونهاراً كي لا نثقل على أحد منكم أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأبي لأولاده ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده الحقيقة شيء رائع الأعداد اللي أريناها دلوقتي قبل كده كلمنا عن الأم المردعة الحانية وفي هذه الأعداد بكلمنا عن الأب الذي يشجع ويترفق اتعلم الحاجات دي منين من الله لأن احنا عندنا الرب قال كده في إشعية ستة وستين كإنسان تعزيه أمه وقال لنا في مصبور مية وثلاثة كما ترقف الأب على البنين هكذا يشفق الرب ويترقف على خائفه يبقى الرب بيعزينا زي ما الأم بتعز بنها وبيترفق بينا زي ما الأب بيترفق بينا يعني هو الأب والأم لنا وهو الأخ المكثر الأصحاب يخرب نفسه ولكن يوجد محب ألزح ألزح من الأخ والرسول بولس في الحقيقة كان متعلم من المسيح فكان أب يشجع وكان أم يدفي وكان أخ لأنه أول آية أول جزء آرنا في القسم ده فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا فإنتوا إخوة لينا وأنا عامل زي أمكم اللي بدفيكم وزي أب ليكم بشجعكم وبنذركم بكل محبة شيء رائع هذا الرسول الخادم الأمين وروعته أنه تعلم من سيده الرب يسوع المسيح جميل لما بيقول يا أخي يوسف تعبنا وكدنا هو ده التعب اللي بيتحسب لأننا في نقرأ عن تعب غير باطل لكن هو حتى لما تكلم لمؤمنين كورونسوس قال لهم مكسرين في عمل للرب كل حين عالمين أن تعبكم في الرب ليس باطل نعم لما تكلم بولس عن نفسه في كورونسوس الثانية 11 وهو يسجل لستة بما بقاساه في الخدمة يقول تعبير جميل جدا في الأتعاب أكثر فكان خادما تعبا لمجد الله عايز أكمل على كلام الأخي يوسف بولس مش بس تمثل بالله لكن وصانا كمان في أفاس 5 يقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء حلو لما يقول هنا فإنكم تذكرون أيها الأخوة تعبنا وكدنا مش سمعته بس عن تعبنا وكدنا انتم شفتوه في الرسالة الثانية أصح ثلاثة الآية الآية الثمانية بيقول كده من عدد سبع انتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم فكان في تسالونيك بيشتغل ليل نهار لكي لا يثقل على أحد انتم جمع شفتوا تعبنا وكدنا نخدم ونشتغل عشان ما نسخلش على حد مع أن المبدأ الإلهي يعني اللي بيخدمه الإنجيل يكله من الإنجيل لكنه تخلى عن هذا الحق والحقيقة بوليس أرسى نموذج ومثال في الخدمة المسيحية اللي هو الصانع الخيام المسيح دعا ناس علشان يتفرغوا من أعمالهم يتفرغوا لخدمة الإنجيل لكن دعا ناس كمان علشان يخدموا وهم يشتغلوا فالحقيقة مش بس بوليس اشتغل علشان لا يثقل على مؤمنين تسالونيكي لكن في كورونسوس المدينة اللي قاعد فيها فترة مش قليلة لمدة 18 شهر كان بيشتغل صانع خيام لكي لا يعطي أي فرصة للمنتقدين رأى هذا الرسول أنه كان يعني يحتوي على العديد من المواهب فكان مبشر وكان راعي وكان معلم وهنا في هذه الأعداد نجده مبشر مثلا في عدد اتنين لما يقول جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله وبعدين بيكلمنا برضو عن إنجيل الله بس باعتباره راعي عدد 8 إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا ثم يتكلم عن إنجيل الله للمرة الثالثة باعتباره معلم فيقول في عدد 9 تذكرون أيها الإخوة تعبنا وجدتنا أننا كنا نكرز لكم بإنجيل الله باعتباره معلم فهو مبشر قدم الإنجيل وكراعي مش بس الإنجيل لكن نفسه أيضا وكمعلم بدأ يكرز ويشرح تفصيلات هذا الإنجيل كمعلم عدد 10 بيقول لهم مش بس كلامنا اللي كان من غير ده ناس حتى سلوكنا كمان في وسطيكم بطهارة وببر وبللوم كنا بينكم أنتم في الحياة اليومية بينكم أنتم المؤمنين صحي عدد 11 لما بيقول كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم جميل تعبير كل واحد منكم صحيح رغم مشاغل الخدمة الكثيرة لكن عنده وقت يقعد مع كل واحد لتقديم مشورة لتقديم نصيحة قد كده كان زي ما أشرتك أعصاب متاح للمؤمنين في تسرونيك قال أم وقال أب وأنا مشوف فيهم كم حاجة تانين غير قالهم الأخ يوسف كمان الأم بتدي المشاعر الأب بيشعر بالمسئولية الخادم بيشعر بالمسئولية تجاه مخدوميه لكنه أيضا لا يمكن أن تكون هذه المسئولية من غير مشاعر وإلا ممكن تتحول لقصوة وممكن تتحول لحاجات تانية كتير جدا الأم مسلة هنا بمرضعة بتدفق أولادها زي ما كنا بنقول من شوية أو بتردعهم دون أن يشعروا هما باحتياجهم لكن الأب هنا هوت فيه احتياج فشجعهم فيه فإذا كان المخدوم شاعر باحتياجه الخادم بيسده مش شاعر باحتياجه والخادم نظرا أنه سابقه في الإيمان شايفه برضه بيسده أنتم شهود والله رائع كيف بطهارة وبر وبللوم بللوم الخادم لازم يبقى بللوم والمخدومين ينبغي أن يكونوا بللوم المؤمن مفروض يبقى بللوم لما بيكلمنا في رسالة فليبي لكي تكونوا أولادا لله لكي تكونوا بللوم وبسطاء أولادا لله حلو أن المؤمن يحرص ويراعي أن يكون دائما بللوم لكي لا يفترى على مخلصنا الله ولا على تعليم المسيحية إذا كنا بللوم فإننا سنفعل ذلك عدد 12 يقول ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله من أروع الحاجات التي تفرح الخادم الحقيقي إلى لي القلب الأبوي زي الرسول بوليس أن يرى أولاده في الإيمان يعيشون ويسلكون حسب الحق الرسول يحنى لما بيكتب رسالة تانية لك يريا بيقول أنا أفرح عندما أسمع عن بعض أولادك أنهم يسلكون بحسب الحق شيء ممتع وجميل أن يكون أولادك في الإيمان يعيشون حسب الحق كما يحق لله الذي دعاكم في الصح 1 عدد 4 قال عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم اختياركم ففي الصح 1 بيتكلم عن اختيارهم في الصح 2 بيتكلم عن دعوتهم ونفتكر أن في ارتباط بين الاختيار والدعوة أرنا في روميا الصح 8 عدد 29 لأن الذين سابق فعرفهم هذا والاختيار سابق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه والذين عينهم هؤلاء دعاهم أيضا هنا الدعوة دعاكم أو يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده ويمكن ده السبب لما نوصل لأصح 1 عدد نعرف أنه محزنه قوي على أن بعض المؤمنين إخوتهم رقدوا وقالوا يخسارة كانوا مستنين الملكوت ومستنين المجد لكن ماتوا فحيوضح لهم أن اللي ماتوا مراحتش عليهم أي حاجة لأن قبل ما إحنا نتغير الأموات في المسيح سيقومون أولا دايما خدمة الرسول بولس كان بتتميز بجانبين جانب تعليمي لكن جانب وعظي كمان للحض على السلوك القويم هنا يقول لهم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله في رسالة فيليبي يعلم المؤمنين يقول لهم فقط تعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح في رسالة أفز أربعة برضو يقدم لهم نفسه كالأسير في الرب ويعزهم أن يسلكوا طبقا للدعوة التي دعيوا بها جميل أنه يبقى الحق تطبيقي وجميل أنه يبقى فيه سلوك دايما نفكر بعضنا إحنا المؤمنين بالسلوك القويم جميل أنه بولس خادم متوازن مع أنه بيتكلم عن أنه أب يشجع ويشهد لكن هذا لا يتنافى أو لا يعني أنه مش بيوبخ عندما يحتاج الأمر لتوبيخ يوبخ عندما يحتاج الأمر لتشجيع يشجع يعني بيقوله تموساوس وبخ وانتهر وعظ وهو كمان عندما استدعت الحاجة أن يوبخ مؤمنين غلطية لم يتوانى أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق فخادم متوازن يعرف يشجع عندما يستلزم الأمر تشجيع ويوبخ عندما يستلزم الأمر توبيخ لكن الحقيقة برضو بولس ما كانش بس بيعز لكن مثلا يقول للمؤمنين في غلطية يا أولادي الذين أتمخد بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم فكان يحملهم في قلب وفي أحجاءه ويصلي من أجلهم ويتمخد لكن من الناحية التانية كان يعيزهم أن يسلكهم الآية دي أخ نحمية جميلة لأنه بيقول يا أولادي الذين أتمخد بكم أيضا كلمة أتمخد بكم أيضا يعني مرة تانية صحيح واحد علق قال الأم بتتمخد بابنها مرة واحد بس بولس اتمخد مرة عشان يولدهم ولما سمع أنهم ابتدوا يرتابكم ويطلخبطهم المستعد كمان أتمخد بكم أيضا لكي إلى أن يتصور المسيح فيكم يعني غاية خدمته أن يرى المسيح في النفوس صحيح ودي غاية يعني ما أجملها غاية مباركة جدا علينا أن نسعى لذلك وعلينا أن نعرف أنه حيجي اليوم قريب جدا وقصد الله الأزلي أن نكون مشابهين صورة ابنه حيتحقق علينا أن نسعى لكي نتغير أدبيا بقدر الإمكان لصورة المسيح ونعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو لكن في يوم من الأيام لما يستعرض هؤلاء المؤمنين هيبقوا سبب فرح للرسول وسبب افتخار يعني الله كان ممكن يمنع الشطان ملاوي كثيرة من أول الجنة في تكوين ثلاثة بس بتديه بمواظبة ولو حتى هزبط منبه عشان خطر ينبهني أنه ده معاد راية الكتاب يوميا هل يعني الألم قرين الإيمان بالمسيح؟ نعم هو قرين الإيمان بالمسيح عزيز المشاهد رسالة تسالونيك الأولى رسالة تتحدث عن الانتصار على الزيف ندعوك لمشاهدة دراساتنا معا في برنامج فحصين الكتب لهذه الرسالة العظيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة